اشتركوا في القناة ومشيرين إلى أن الشعب البحريني عاش جنبا إلى جنب مع تعدد الثقافات والأديان وتقاسم معهم القيمة والمعتقدات والثقافات لما تمتلك البحرين من تسامح وسلام ومحبة مثمنين جهود جلالة الملك المفدى ومشروعه الإصلاحي ومؤكدين سماحة جلالته ودعمه لإقامة دور العبادة المختلفة لمختلف الطوائف على أرض البحرين مشيرين إلى الحرية التي تتمتع بها كل الأديان في إقامة شعائرها الدينية بحرية كاملة من جانبهم أكد أعضاء وفد جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قدمت نموذجا فريدا يحتذا به في مجال التعايش بين كافة الأديان ومختلف الانتماءات والطوائف مشيرين إلى أن زيارتهم للبحرين كشفت لهم وعن قرب أن المجتمع البحريني يتميز بالتسامح والمحبة بين كل الأديان والطوائف مشيدين بجهود جلالة الملك المفدى ومشروعه الإصلاحي الذي كان الأساس في تعزيز مفهوم التعايش السلمي والتعاون بين مكونات المجتمع البحريني بمختلف أطيافه وهو الذي رسخ هذه القيم الأساسية بين أفراد المجتمع وجعلها معيارا للتعايش في البحرين اللقاء مع ممثلي الأديان والطوائف التي تعيش في مملكة البحرين كان مهما جدا وفوجئنا بتلك الحرية في ممارسة الشعائر المختلفة وبكل حرية فمملكة البحرين بالنسبة لي أراها مثالا يحتذا به للتعايش وسط الثقافات وديانات مختلفة وأنا أشير بهذا الانفتاح والديمقراطية والاستقرار السياسي لقد رسخت في ذهني صورة جميلة وإيجابية عن مملكة البحرين من أول زيارته لها وهذا ما سأنقله إلى بلدي فالبحرين مجتمع منفتح به تعايش لم أره في أي مكان آخر كما سأخبر زملائي الأعضاء البرلمانيين وأبناء منطقة التي انتخبت فيها عن الحرية التي ينعم بها كل من يعيش على أرض مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر